بسم الله الرحمن الرحيم دعنا نتحدث عن مشروعات تخرج ندخل مثلا مشروعات تخرج في حسبات معلومات الدكتور طلب منهم يعملوا مشروعات تخرج انهم يعملوا نظام تشغيل فبادوا عملوا فعلا نظام تشغيل السنة اللي بعدها جاءت طلبة فقال لهم ندخلهم سفر عملوا مشروعات تخرج نظام تشغيل كل سنة كده كل اللي هقدر يعملوه فرض انهم عبكرة يوصل لهم يعمل ويندوز اللي هو 95 مثلا اذا ما كانوش عملوا الدس مثلا فليه ما يبقاش كل سنة اقول لهم خدوا ده مشروعات تخرج تحسنين فاتت تواصلوا مع الطلبة ديت حاولوا تعرفوا عملوا ايه وهنا التارجت ان انتو تطوروا لي النظام تشغيل ده الحاجة احسن وتشتغل مثلا على المبايلات كمان او انها تكون فيها ميزة اكتر مشروعات تخرج ان انتو تعملوا برنامج اتباعوه يعني في مشاريع تخرج فعلا انتارجت مانا شركات كبيرة جدا زي مثلا شركة في شركات انت فيروس كان بدايتها كان نشور تخرج وعملوا حاجة كويسة جدا فبدأوا يبعوها وبدأ الطلبة دي تبقى تكسب ملايين بسبب الحاجات ديت ليه مشاريع تخرج ما تبقاش حاجة فعلا مفيدة للمجتمع بحيس انها تبقى مرتبطة بالواقع مرتبطة فعلا بالليح مستفيدين منه نقول لهم اخوانا الطلبة بتواصلنا اللي فاتت عملوا مثلا بيت نموذج الحسن فتح تمام بالتوب الناي لا احنا عايزينكم بقى تعملونا وتحلونا المشاكل ديت مشروع التخرج بتاعكم ان انت تعملونا المباني ديت تلات دوار وتستحبل مثلا او ان انت تعملونا حاجة مثلا في بيئة مفاش طمني فتعملوها بالسخور مثلا يبقى فيه حاجة فعلا مرتبطة بالواقع بالمشاكل اعتقد ان احنا عندنا مشاكل موجودة في بلدنا فنبدأ نحاول نفكر فيها فمشروع التخرج لازم يكون مرتبط بالواقع ويكون مرتبط بالمشاكل اللي قبل كده بيستفاد منها وبيطور منها بيكون فيه تحدي ما يكونش حاجة عارفينها في الاخر يعني ما نطلعش منتج موجود اصلا لا نحاول نطلع منتج جديد يفيد المجتمع مشروع التخرج بالسرع عسكري مفروض بعد ما تخلصه وتروح نشره عن الناس او تنشر حتى الحاجات الاسسية بحيث الناس تستفاد منه ولو حد حبي طبق الفكرة اكتر واحد هيقدر طبق الفكرة دي حضرتك فتصل بيه ويقولك طب تعال انا عند الشركة مثلا هتعمل كذا كذا مشروع التخرج بيترمي لا ده انا ممكن ابعته للشركات وحاول ان انا انشوره وحاول ان انا مدونت ان اتعبت فيه حاول الناس الابعدية تستفاد ما يبدأش مسفر الى بحث منشور انا عامله فربنا ايكنا ان شاء الله ومشروع التخرج وسيله لتنمية المجتمع وليس مجرد ان الطالب ينجح